السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد بعد ما قطعنا أشوات كبيرة في تعلم اللغة الألمانية رح ننتقل أخيرا لمرحلة الاحتراف ونتعلم النطق الصحيح باللغة الألمانية اللهجة اللي رح تسمعوا مني هي اللهجة الفصحة المنتشرة في كل ألمانيا وطبعا ممكن تكون مغايرة عن بعض اللهجات المحلية المنتشرة في مقاطعات مثل باين أو في شمال ألمانيا البلات دويتش أو في كولن الكولش إذن رح نبتعد عن اللهجات المحلية ونسمع اللهجة الصحيحة الفصحة مثل ما بتسمعوها في الأخبار المقرؤة أو الكتب الصوتية وهالأشياء يعني اللهجة الرسمية وبحب أذكر كمان كل المتابعين أنه اللي بيحب يسمع مني نصوص باللغة الألمانية باللهجة الألمانية الصحيحة ممكن يتابع كورسل سي عينز اللي بقرأ فيه أنا طبعا نصوص كاملة باللغة الألمانية باللهجة الصحيحة وبنفس الوقت بطريقة أنه تعطيم معنى للجملة تما تلفظ باللغة الألمانية ومعنى الجملة الأولى لدرس اليوم يعني هو يذهب كل يوم أحد إلى الكنيسة الجملة التانية لدرس اليوم ومعنى الجملة التالت لدرس اليوم جملة الرابعة لدرس اليوم هو مثل في اللغة الألمانية جملة الخامسة لدرس اليوم جملة التالت 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 لدرس اليوم ومعنى الجملة التالت لدرس اليوم يجب علينا جميعا أن نتكاتف أو أن نتعاون من خلال هذه الجمل عم نتعلم اللفظ الصحيح وأيضا جمل مفيدة كما تقال باللغة الألمانية وبالتالي ممكن ننمي مهاراتنا بالمحادثة واللفظ الصحيح أتمنى درس اليوم يكون عجبكم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر